حالياً أنا موجود في قلب حي الوزارات هناخد جولة كده في منطقة الوزارات ومنطقة الحي المالي ومنطقة البنوك في بداية الفيديو كده الناس ما تنساش تعمل لايك للفيديو ولو أنت أول مرة تتابعنا على قناة المهندسيين الوطنيين ما تنساش تشترك في القناة المكان اللي قدام حضرتك ده كده بلازة كبيرة أو حديقة كبيرة في قلب حي الوزارات اللي شرحناه أكثر مرة ومتابعين الأعمال فيه من أيام ما كان لسه صحرة لحد ما أوصل للجمال والمنظر اللي قدام حضرتك ده في الصورة بسم الله وإن شاء الله حياة جميلة جداً المكان كل يوم بيظهر جماله وطبعاً احنا تعملنا أن احنا صاروه بالليل عشان نشوف الإضاءة ونشوف الليندسكيب مع الإضاءة الوضع جميل جداً بصباح اللي قدام حضرتك ده كده دول عشر مجمعات وزارية بإجمالي 34 مبنى بالإضافة لمبنى الأس مجلس الوزارة ومبنى مجلس النواب ومجلس الشيوخ إجمالي مساحة حي الوزارات 550 فدان يعني تقريباً 4.800.000 متر مربع على قدينة اليمين دي كلها حديقة كبيرة جاية من الشرق للغرب من خلف مبنى رئاس مجلس الوزارة باتجاه البنك المركز المصري وزارة أحدكم شايفينه البرج الايكوني في الصورة في آخر الصورة هو على استقامة واحدة مع مبنى رئاس مجلس الوزارة ومع مجلس النواب يعني البنك المركز المصري البرج الايكوني رئاس مجلس الوزارة مجلس النواب كل دول على استقامة واحدة مع بعض لما تقف يعني في ظهرك مبنى رئاس مجلس الوزارة بيشوف قدام منك البنك المركز المصري والبرج الايكوني ده كده بدأنا الشارع الفاصل بين منطقة الوزارات ومنطقة الحي المالي قدام حضرتكو كده في الصورة ده كده الميدان لقدام حضرتكو ده كده في الشارع الفاصل بين منطقة الوزارات وبين منطقة حي المالي ده الشارع لقدامنا ده هو الشارع الفاصل بين الوزارات على قدنا اليمين والحي المالي ومنطقة البنوك على قدنا الشمال طبعا منطقة البنوك لسه فيها العمل مازال قائم فيه إنجاز بس لسه فيه شغل يعني في الحي لسه ما انتهاش في حي البنوك كل المنطقة اللي احنا موجودين فيها دول 18 مبنى خاص بالبنوك سواء البنوك الحكومية او البنوك الخاصة بالاضافة طبعا اكتر من مول موجود في المكان يعني منطقة مليانة مولاد برضو فيها عمل كبير جدا وفيها شغل كبير جدا في المكان وان كان بنسبة 90% او 85% واعتبر المكان خلاص قرب ان هو يخلص زي ما حكو شايفين الشكل العام للمكان بسم الله وان شاء الله برضو جميل وشكله يشرف بصراحة كده المبنى اللي يفوشين على قدينة اليمين ده البنك المركز المصري ونهاية الحديقة الموجودة من على قدينة اليمين لحد هنا كده وعلى قدينة الشمال بنك مصر تم افتتاحه وخلاص ويجنب منه بنك القاهرة على قدينة الشمال يعني اول بنك على قدينة الشمال ده بنك مصر وبعد منه في الميدان هيظهر بنك مصر ومبنى البريد الدمحلة ومشاركتكم الفوش هنا كده على طول محطة تبادلية الخاصة بين المونوريل والكتار الكهربائي الخفيف ده كده مبنى البنك المركز المصري في أشهر ميدان في العاصمة الإدارية الجديدة ميدان الحي المالي قدام حضراتكم كده في الصورة ده كده البنك المركز المصري علشان الناس اللي متابع معنا عارفين الكلام ده والناس اللي مش متابعة أول مرة تشوف تعرف ان ده البنك المركز المصري جنب منه على طول بنك الأهلي وفي وشه ومنطية مولات برضو وجنب منه في مولات كتير جدا موجودة في الحي المالي على الشارع الرئيسي أو على محور الماسة ده كده البنك المركز المصري بعد منه البنك الأهلي إذا ما حاكم شايفين